معي من غازي عنتاب أسامة تلجو عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري مرحبا بك معنا سيد أسامة أسألك في البداية عن الإعلان الروسي ببدء خفض قواتها في سوريا أنتم في الإتلاف كيف تنظرون إلى هذه الخطوة تحية لك ولي المشاهدين ولي إخواننا في سوريا حقيقة لا يمكن النظر لهذا الإعلان بمعزل عن الإعلان السابق لبوتين في شهر آذار 2016 حين أعلن انتهاء المهم العسكرية وسحب القوات لكن هذا الإعلان تبعه الحقيقة زيادة في هذا التدفق للقوات البحرية والجوية وحتى ناقلة الطائرات دخلت بعد الإعلان السابق في 2017 قام مجلس الدومة بالتوقيع على اتفاقية بمصادقة اتفاقية روسية سوريا تعطي شرعنا للوجود الروسي في سوريا وإلى الأبد وتسهيلات كثيرة واعتبار الجنود يعني إعطاء الجنود الروس حصانة دبلوماسية وفي نفس الشهر بعد ثلاثة أيام أعلنت روسيا أيضا عزمها على إنشاء قاعدة روسية بحرية في طرطوس أي أن زيادة عدد القوات كانت بعد الإعلان السابق فبرأيه نحن ننظر إلى أنها كما قال ضيفكم من موسكو هي خطوة استعراضية لكن بالمعنى المتداول باللغة العربية الخطوة استعراضية سياسية يعني تريد روسيا منها إرسال عدة رسائل إلى المجتمع الدولي إلى إيران وإلى جهات أخرى أيضا لكن سيد أسامة ضيفي يفقيني سيدروف الذي تحدثت عنه قبل دقائق قال إن روسيا جادة هذه المرة في رغبتها في تسوية الوضع في سوريا أنتم لا تبدون واثقين كثيرا في النوايا الروسية هذه المرة أيضا بالنظر إلى التاريخ السابق من الهدى ومن التسويات التي كانت ترعاها روسيا حقيقة هذا يعني ما كنت أنوي الحديث عنه لكن نحن نعتقد أن هناك تغيير في السياسة الروسية لعدة أسباب السبب الأول أن التواجد العسكري الفعلي والقواعد وهي أحد أهداف التدخل الروسي روسيا قد نالت هذا الهدف بالإضافة إلى أهداف أخرى لم يتم الإعلان عنها قد تكون هذه الأهداف خارج سوريا فالهدف الروسي تحقق لذلك اتجاه روسيا للحل السياسي هذا وارد فعلا لكن نريد الآن عند مصداقية هذا الكلام هي أن تمرر اتفاقية وقف إطلاق النار ونعتقد كما أسلفت أن هذا الإعلان عن صحب القوات يوجه إحدى الرسالة الرسائل الأولى للمجتمع الدولي بأن الروسيا جادة فعلا في الخروج بحل سياسي والتوقف عن الحل العسكري والرسالة الثانية لإيران نفسها كي تتوقف عن هذا التغول العسكري وخاصة في وادي بردة خلال الاتفاقية فقط هناك 251 خرق لوقف إطلاق النار وهناك أكثر من 150 شهيد فهناك رسالة لإيران وخاصة بعد أن اعترض حزب الله عن إدخال الجنرالات الروسي إلى وادي بردة صحيح حديثك عن وادي بردة يدفعني كي أسألك عن الخشية من أن تكون المرحلة المقبلة عنوانها هو الخلاف الروسي الإيراني بعد الاتفاق ورغب إذا كانت روسيا فعلا جادة في رغبتها في حل الأزمة السورية يبدو أن إيران ليست معها في نفس التوجه هذا هل تخشون من أنه قد يعقد الأمور أكثر على الأرض في سوريا بالنسبة لنا لا أعتقد أن الأمور تحتمل مزيد من التعقيد أعتقد أنه وصلت إلى درجة كبيرة من التعقيد على الأرجع على العكس يعني أنا أظن وليكن هذا رأيه على الأقل أن هذا الخلاف يعني الروس والإيرانيون كانوا يسيرون في طريق واحد الآن وصلوا إلى مفترق طرق روسيا تريد الاستكمال في موضوع الحل السياسي إيران تريد سوريا لقمة سائغة تريد احتلال سوريا يعني فهنا الآن يبدأ الخلاف أيضا الآن روسيا تعاني يعني ولو إلى درجة ما لأنها ليست دولة كأوروبا أو أمريكا لكن حقيقة هناك أصوات كثيرة في روسيا تتساءل عن جدوى هذه الحرب العبثية التي خاضها النظام الروسي ودفع سمنها مليار دولار و 4.5% من الدخل الناتج المحلي ودفع المزيد من الضحايا من الجنود الروس ومن الجنرالات الروس والطائرات وآخرها طائر التوبوليف 156 التي راح ضحيتها 92 فهناك أجمب على النظام الروسي أن يعدها يعني نعم طيب وبالحديث كل هذا هو تحضيرا لجولة المفاوضات التحضيرية لجنيف في العاصمة الكزاخية أستانا الائتلاف كيف ينظر إلى هذه الجولة أو إلى هذه المفاوضات المرتقبة في أستانا عندما تكون هذه المفاوضات في ظل هيئة الأمم المتحدة وما تم الوصول إليه سابقا في مقرارات جنيف واحد وفي قرارات الأمم المتحدة وعندما يتم تشكيل الوفد المفاوض من الثوار أنفسهم ومن المعارضة السورية أعتقد أن هذه المفاوضات ستلقى نجاح وستمحد بشكل كبير للعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف نحن نعتقد أن الأستانا إذا كان دورها هو إجراءات بناء الثقة التي منصوص عليها في القرار 2254 فنعتقد أنها يمكن أن تنجح فعلا أما خلاف ذلك فلن يكون لها أي نصيب من النجاح أسامة الجو عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري كنت معي من غزي عنتاب شكرا جزيلا لك